الفساد أرهق لبنان واستنزفه وفيروس كورونا أتى على ما تبقى من أمال عند اللبنانيين أوروبا تتأهب للمساعدة والاتحاد يعد خريطة طريق لإنقاذ لبنان من الانهيار الشامل انطلاقا من المبادرة الفرنسية التي أجهدها السياسيون في مهدها فكيف سيضغط الاتحاد الأوروبي لوقف الفساد في لبنان وأي حظوظ للمبادرة الجديدة هذه الأسئلة فضلا عن تفاصيل المبادرة الأوروبية أو هذه الخطة الجديدة مع الزميلة كريستيان البيسري مساء الخير كريستيان مساء نور شانطال في وقت ما زال فيه لبنان يرزح تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة فقامها الفساد المستشري والأغلاق العام الذي شهدته البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا محاولات دولية جديدة لإيجاد حل للأزمة اللبنانية هذه المرة من خلال مبادرة أوروبية تأتي للدفع قدما بالمقترح الفرنسي للإصلاح الشامل في لبنان إذ من المتوقع أن يصدر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للاثنين خلاصات مشتركة من شأنها تحصيل مبادرة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكهون وقالت مصادر أن الخلاصات الأوروبية تهدف إلى معالجة الأزمة عاجلا ومنع النيار من خلال سلسلة من الاقتراحات أبرز هذه الاقتراحات دعوة الاتحاد الأوروبي السلطات اللبنانية إلى تنفيذ الالتزامات المعلنة في سياق مؤتمر سادر عام 2018 المقترح الأوروبي يتضمن كذلك تحسين تقديم الخدمات العامة للمواطنين والعمل على تحقيق المساواة واستدامة الحركة المالية العامة إضافة إلى استعادة مصداقية القطاع المالي فضلا عن ضمان استقلال القضاء اللبناني كما يحث الجانب الأوروبي على استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي في أقرب فرصة من خلال برنامج يتضمن الاعتماد العاجل لقانون مراقبة رؤوس الأموال إجراء التدقيق القضائي لبنك لبنان المركزي إضافة إلى الأولوية اتخاذ تدابير الرقابة لقطاع الكهرباء وتشكيل لجنة لمكافحة الفساد ويحاول الأوروبيون من خلال هذه المبادرة إحداث خرق للمقترح الفرنسي الذي أضحى على المحاك خاصة في ظل افتقاره للدعم الأمريكي وعدم انخراط المكونات اللبنانية كافة لإنجاح المبادرة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الكاتب الصحفي في جريدة النهار فرج عباجي أهلا بك فرج برأيكم هل يمكن لهذه المبادرة أن تنجح في غياب بعدم وجود حكومة واستمرار حكومة تصريف أعمال مساء الخير سيدتي لا يمكن أي مبادرة أن تنجح في لبنان إن لم يكن هناك تلازم بين المسارين الاقتصادي والسياسي وفي غياب أي حكومة فعلية قادرة على تحقيق الإصلاحات لا يمكن لأي مبادرة إن كانت فرنسية أو أوروبية أو أمريكية أو عربية أن تنجح لأنها لن تكون قادرة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي ومن البنك الدولي خصوصا فلذلك أي ما يحاول أن يقوم به الأوروبيون غدا لن ينجح فخريطة الطريق التي وضعوها ليست بجديدة فهي موجودة بمعظم الأوراق الإصلاحية التي طرحت لمعالجة الوضع اللبناني وأزمة الانهيال التي يتخبط بها لبنان لكن هناك قرار سياسي يجب أن يتخذ في الداخل وهو تشكيل حكومة عندما نتحدث عن تشكيل حكومة فعلية نتحدث عن رحيل السلطة الموجودة إذ لا يمكن للسلطة الموجودة أن تحقق أي إصلاح هل يمكن للفاسد أن يحارب الفساد؟ هل يمكن للصارق أن يسترد الأموال المنهوبة؟ بطبيعة الحال الفرنسيون الأوروبيون بشكل عام فعلية أمر ضروري الفرنسيون الأوروبيون بشكل عام والفرنسيون على وجه الخصوص بطبيعة الحال يدركون ذلك يدركون بأنه لا مجال لتحقيق هذه الإصلاحات من دون وجود حكومة وبالتالي لماذا يطرحون مبادرة مماثلة في هذا التوقيت؟ ما الهدف من ذلك؟ هم يحاولون الجمع بين الإرادة الأوروبية وبين الطرح الأمريكي الذي يذهب في مواجهة كاملة مع حزب الله ومع سلاحه؟ الجانب الأمريكي يريد تحقيق ربح في الجانب السياسي قبل الذهاب إلى معالجة الوضع الاقتصادي إذ يرى أن معالجة الوضع السياسي ووضع حد للنفوذ الإيراني وحزب الله في لبنان أولوية إنما الأوروبيون يريدون تحقيق الإصلاحات يريدون الجانب الاقتصادي فالأوروبيون سيعملون إلى تقريب وجهات النظر أو بالأحرى إلى طرح خريطة طريق تتوافق مع ما تريده واشنطن وما يريده الأوروبيون وما يمكن أن يتحقق في لبنان في ظل النفوذ الإيراني الموجود في بيروت برأيكم أين هم أساس اللبنانيون من كل ما يجري ومن كل هذه المبادرات التي تطرح للأسف سيدتي هم لا يفكرون بهذه المبادرات بقالر ما هم يفكرون كيف سيعملون على حفاظ على حقائبهم وحصتهم في السلطة وضمان استمراريتهم لاحقا في حال الحكومة التي قد تشكل ستكون هي الحكومة التي ستشرف على الانتخابات المقبلة لذلك هذه السلطة ترى أنه من الضروري بل أنها لن تتنازل عن تأمين وجودها في هذه الحكومة التي ستشكل فإن نجحت هذه الحكومة بردع الانهيار ومعالجة الأزمة فلن يعمل أحد على تغييرها ستبقى هي من ستدير الانتخابات المقبلة فلذلك تصر السلطة الموجودة على تأمين وجودها في هذه الحكومة خوفا ولكن المجتمع الدولي مختلف في الدول تربط أي مساعدات تعم تربط أي مساعدات برحيل هؤلاء الرموز رموز الفساد حتى بأن المبادرة الأخيرة كانت اشترطت أن تتحول المساعدات مباشرة إلى الشعب اللبناني عبر المنظمات غير الحكومية وبالتالي كيف يمكن التفكير بحكومة تعيد تدوير نفس الوجوه طبعا تحدث عن ما بعد الأعياد في حال استقنفت المشاورات لا تغيير سيدتي المجتمع الدولي لن يساعد لبنان في ظل الحكومة الحالية وفي غياب الإصلاحات المطلوبة لم يعد بإمكان لبنان الاستمرار بهذه السلطة الحاكمة الفاقدة الشرعية في لبنان والفاقدة الشرعية على صعيد المجتمع الدولي صحيح أن القوى الموجودة في الحكومة لديها تمثيل شعبي ولديها وجود لكن هناك عملية كبيرة يجب إجراؤها على صعيد الأداء السياسي لا يمكن الاستمرار في ظل الفساد الموجود في ظل عدم مكافحة الفساد وفي ظل السياسات المالية والاقتصادية التي أوصلت لبنان إلى هذا الانهيار وما سيتحقق بعد العياد لن يؤدي إلى نتيجة مقبولة إذا لم نصل إلى حكومة كما قلت لك فاعلة تشكيل حكومة فاعلة من اختصاصيين حكومة مهمة قادرة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة منها وغير ذلك لن يكون إلا المزيد من الوقت الضائع والمزيد من الانهيار والمزيد من الجوع الذي سيعيشه اللبنانيون من شماله إلى جنوبه إلى بطاعه شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي في جريدة النهار فرج عوباجي كنت معنا مباشرة من بيروت شكرا لك ترجمة نانسي قنقر